أنت نور العيون أنت الأماني أنت نور العيون أنت الأماني أنت يا سيد النبي نبحر سبح الكل في نداك وعاما أنت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما ولطيب وصلك دائما نتشوق فصلوا على الحبيب محمدين إن الصلاة على الحبيب محمدين شمس لا تغيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين معكم القارئ والمنشد أبل علي حمداني حاصل على مسابقة بورسعي الدولية بجمهورية مصر العربية ممثل المملكة المغربية في عدة مسابقة دولية ووطنية الدراسة أدرس في سلك الإجازة بجامعات الحقوق الحمد لله تعلمت الجويد والإنشاد الديني من الأب ديالي لأنه حامل كتاب الله يعني طبيت في وسط بيئة قرآنية وإنشادية أعمل مع شركة الإنتاج الفني فن ونغام بفرنسا الحمد لله احتلت مركز عديدة وطنية في عدة مسابقات من بينها مسابقة العرفان في جويد القرآن الكريم والإنشاد الديني مسابقة برساة الدولية كانت في شهر يناير في شهر يناير العام الماضي كانت أجواء جد متميزة كانت 61 دولة مشاركة في هذه المسابقة في الحقيقة كانت تجربة متميزة كانوا منافسين متميزين اللجنة كانت فيها الشيخ فتح طرط القرآن العالمي والشيخ محمد ترابي المغربي وعدة شيوخ من اليمن كانت لجنة قوية كنا خايفين في الأول والحمد لله وفقنا الله أننا نفوزون مثل المغرب أحسن تمثيل في المسابقة كان فوق أربعين يعني كل دولة اختارت ثلاثة مثلها كنت أنا في فرع الإنشاد والقارئ إلياس المهيوي من وجده في فرع الجويد والقارئ معدوك من الضربيضاء في الحقيقة ما كنت متوقع أنني نفوز بمسابقة برسائي الدولية كنت في الأول يعني ديرها تجريبة ولكن الحمد لله وفقنا الله أننا نتميزوما بين 61 دولة الحمد لله لا تنساش تابوني فلاشين وتأكتفي الجرس كي يوصلك جديد الفيديوهات من هذا البرس